وحول دور المرأة المصرية في دعم الوطن أشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المرأة المصرية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادية وأشدد رئيس السيسي على أنه لو لا هذا البرنامج لأصبح وضع مصر صعبا في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها مصر ولما جئنا حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين دعم المرأة المصرية وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف خسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومسندتها وأنا لما أقولي الكلام دوت بسجله لكم وبسجله هنا للتاريخ إن لو لا هذا الدعم يعني طبعا ما حدش فهمني غلط يعني الراجل موجود وبيقوم بدوره وكل حاجة كما أنا راجل أيضا لكن صحيح يعني لكن المرأة هي يعني افتكروا يعني افتكروا 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 بإنصاف افتكروا أي زوج افتكر بإنصاف زوجته تعمل لي افتكر كل ابن بإنصاف والدته تعمل لي يعني يعني يفتكر يفتكر كل ابن أمه عملت ايه؟ بإنصاف أنا أقول ما أقول شي من حياز حاجة إن هي أعطت كثيرا جدا يعني فنيجي لموضوع الإصلاح الاقتصادي تحديدا أنا أتكلم لأن يظروف قسية جدا مرت علينا في الوقت ده لكن هي كان بدعمها احنا مررنا به والحمد لله وأنا أريد أن أقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى ولولا هذا الموقف ولولا الإجراءات التي تعملت ديت أنا أقول لكم أننا خلال السنتين اللي فاتوا والأزمة اللي إحنا بنعيشها دلوقتي الأزمة العالمية اللي إحنا بنعيشها دلوقتي صدقوني لو ما كانش هذا البرنامج وفقنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم ودعمكم إحنا كان سيبقى موقفنا صعبة قوي 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 في اللي إحنا بنعيشها دلوقتي موسيقى